إيه هي نوعية الخدمات اللي ممكن تكون مناصة كلنا بتقدمها. وإزاي إحنا طبعا زاوين همم بيختلف من حد للتاني مش بس في نوع الحاجة اللي موجودة أو اللي هو الطفل بيشعر بيها. لكن كمان في حاجات مختلفة كتير. لو أنا دخلت دلوقتي على المناصة. إزاي يعرف مثلا إن ده حاجة تقدر تساعد الكيس بتاعتي أنا أو مع ابني أنا أو مع مثلا حد من قرائبي أنا. أنا مثلا بحاول أساعده. فعايزة أعرف إيه نوع الخدمات اللي بتتقدمها على المناصة. وعايزة أعرف إزاي أساعد نفسي لو أنا دخلت على الويب سايت أو على السوشيال ميزي بلاتفون بتاعتكم. على الويب سايت الحتة اللي بتسألي عليها. الجزء اللي بتسألي عليها بالضبط فيه يعني جزئية عملينها ليه في الويب سايت. وهو إزاي أعرف أن الخدمة دي هي اللي أنا محتاجة. مناسبة ليا. إحنا من الحاجات اللي عملناها في الأول مع الويب سايت إنه هو قبل ما نحط الناس اللي بتقدم خدمات حطينا بيج ريسورسز. يوسفل ريسورسز أو الموارد اللي اللي ممكن الناس تحتاجها. أول حاجة في الموارد دي عبارة عن مفاهيم ومصطلحات مفاهيم ومصطلحات عن إيه الحاجات اللي ممكن يكون الطفل بيباجيها. سواء كان ممكن. الحاجات الكامن اللي الناس ممكن تكون فعلا بتدور ما بينها. حطينا نحطها على قد ما نقدر. مثلا التوحد. السعوبات التعليمية لمعظم الأطفال ممكن تكون بتواجهها في المدرسة. حطينا المصطلحات وحطينا الصفات بتاعت المصطلحات ذي. وإيه الاختبارات اللي ممكن تروح لها لو حسة لو شكة إنه هو ممكن يكون بيواجه صعوبة من الصعوبات ذي. وهي بتكون بس للأطفال؟ بتكون لأ للأطفال والكبار. هناك حاجات طبعا بتغضي بالك منهما في سن أصغر عن حاجات تانية. هناك ناس كثيرة قوي بتأخذ بالها من الصعوبات التعليمية في وقت متأخر جدا. صح. بيعيشوا حياتهم مش عارفين هما ليه مش عارف إقراء كويس أو ليه مش عارف إقراء كويس. مش عارف إقراء كويس. مش عارف يكتب كويس. فالناس بتعيش حياتها فعلا مش عارفة هي ليه بس أن تركزها قليل. ليه المعلومات ما تثبتش عندهم بيكتشفوا ده بعد سن يعني وعمر طويل. فهديم كلها مصطلحات بتساعدك عنك أنت تغذي فكرة هل الشكوك اللي عندك هي دي هي هي اللي موجودة في الواب سايت. هي شبه المصطلحات دي. ومن هنا تقداري تبدأي حتى ممكن في نوع الخدمة لو أنت شكة مثلا أن هو عايزة خدمات للتوحد. عايزة خدمات لداون سندروم. عايزة خدمات للديسلكسيا. كل دي حاجات تقداري تدوري بها على الواب سايت. بقى فاري سبسيفك. واختبارات عشان لما تروحي لحد يقولوا والله أنا عايزة أختبر الحاجات دي. وهو طبعا بقى الأخصائي بيخش معيك في تفاصيل. كل ده أونلاين. كل ده أونلاين. بس اللي احنا بنحط لك الكونتكت بتاع الأخصائي. لأن احنا طبعا ما نقدرش ان احنا نحجز معادي عند أخصائي. أو ان احنا عندنا.. احنا مش بلاتفوم بتقدم الخدمة دائرة. احنا بنديكي المعلومة أو المكان اللي محتاجه. وبعد كده الأهل يكتشف. وفيه أهالي بتبعت لنا. تقولينا مثلا المكان ده ما نفعش معي. هل بتقدروا تترجحوا لي مكان تاني؟ بتفضل بنساعد باستمرار على السوشيال ميديا كمان. يعني عشان الأهالي بتبيع أسهل لها الناتبعت لنا على السوشيال ميديا. فبيني تواصل أكتر ثلو المسجز يعني. من خلال المسجز. أوكي.